هلا ايبرا وينهي لاتس براكتس انجلس شانل وياكم سبق سلسلة تعلم الانجليزية من الصفر المستوى الثاني خليكم ويانا بهذا الكورس راح تكون اكو مواضيع متنوعة ومختلفة ومواقف مختلفة واسئلة واجوبة حول بعض المواقف الحياتية اللي ممكن تواجهنا فرح نبدي اليوم باول حلقة ورح تكون خاصة بالتسوق فلما تريدون تروحون للتسوق لازم تعرفون بعض التعابير وبعض الاشياء المهمة اللي لازم تعرفوها قبل ما تروحون الاسواق فللا تريدون تعرفون اسئلة واجوبة وتعابير ومواقف خاصة بالتسوق خليكم ويانا ملاحظة مهمة لا تنسون الورقة والقلم يومكم حتى تكتبون واستجلون اللي دا تتعلموه من هذا الفيديو لان احنا ريد نطلع بالنتيجة ريد نطلع احنا همينا نقدر نستخدم اللي سمعناه واللي تعلمناه بهذا الدرس فخليكم منتبهين لهذا الشي انه لازم يمكم اكون نوتبوك تسجلون به الاشياء دا تعلموها as always ما يحتاج اذكركم اذا حابين تشوفون هاي السلسلة وتكملون بيها فسوي اشتراك وكل هاي سوالة في الجرس ومعرف شنو هاي حتى توصلكم الاشعارات ويلا خلينا نبدي درسنا اوكي حنبلش بالامور الخاصة بالتسوق نبديها من اوقات الدوام فلنفرض انه انتوا رايحين دا تسوقون من محل وتريدون تعرفون من ابو المحل اش وقت يفتح المحل فممكن تسئلون هذا السؤال أول محل ممكن يجاوبك ويقول لك مثال على جواب آخر we open from 10 a.m. to 8 p.m. 7 days a week او 24-7 24-7 يعني على مدار الاسبوع نفس 7 days a week it makes sense right okay so we open from 10 a.m. to 8 p.m. 7 days a week او 24-7 اذا ريد نسأل انه شوقت يفتح المحل بس بيوم محدد من الاسبوع ممكن نقول do you open on saturday do you open on sunday do you open on saturday do you open on sunday هاي احنا دا نسأل specifically على وجه التحديد what time do you close today what time do you close today or what time do you close or what time do you open tomorrow what time do you open tomorrow نسأل عن شوقت يفتحون المحل باتشر او شوقت يغلقون اليوم فهاي كلية هاسئلة ممكن تنطرح لما تروح انت للبائع بالسوق تخيل نفسك بالسوق طبيت المحل ويجعلك البائع ويقول لك hey can i help you انت تقول له no thanks i'm just browsing لا سلامتك وش يماريد انا قاعد دا القنظرة بس دا اتفرج هو بقال ويقول اشتسوي انت اشتسوي دا الله يا وقت نه اشتري واطلع لا لا تشذب اوكي اوكي so you know now what to do you can say اذا اتت شنت بس دا تشوف او دا تلقي نظرة على الاشياء ممكن تقول i'm just browsing i'm just browsing اوكي حتى نسأل ع السعر ممكن نقول how much are these how much are these وهاي اللي تجمع اما شيء واحد how much is this how much is this how much does this cost how much does this cost how much does this cost how much is that ونخلف شيء اللي دا نسأل عن سعره how much is that lamp how much is that شاندالير شاندالير يعني ثرية ثرية هال بيها أضوية تتعلق بالسقف بالنسبة للناس اللي بغير بلدان تحياتنا لكم طبعاً أنا عراقية فبعض الكلمات يعني أحتيها بالعراقي فحسا قمت أحاول أوضحها لأن هو يطلبون مني بالتعليقات فأتمنى دا أقدر أوصل المعنى لكم وصلنا المرحلة أنه ننطرق إينا بالسعر خرش سعر هذا يعني سعر معقول وذا ريد نسأل إنه إذا يبيعون فلانش إحنا مدن نشوفه فحنسأل عنه ونحط الشيء اللي دا نريد نسأل عليه جواب البائع ممكن يقول وذا مخالصين ممكن يقولون وذا تريد تقول آني دا دور على فلانشي دا أبحث عن فلانشي I'm looking for منا ما تستريع؟ I'm looking for G I'm looking for the shampoos I'm looking for the shampoos I'm looking for a birthday card I'm looking for a birthday card وذا نريد البائع يدلينا على فلانشي ممكن نقول Could you tell me where the الشيء الذكرة وبعد ينقول is Could you tell me where the washing up liquid is Could you tell me where الشيء اللي حنحطه إن نسأل عنه washing up liquid is is بدنها هنانا حيصير إنه إحنا دنطلب إنه البائع يدلينا على مكان الشيء اللي ذكرنا washing up liquid طريقة أخرى ممكن نقول Where can I find the أوكي Where can I find the For example مثال Where can I find the toothpaste Where can I find the toothpaste إذا الشيء كان غالي علينا ممكن نسأل إذا عدهم في الشيء يعني نفس الشيء بس أرخص Have you got anything cheaper Have you got anything cheaper Have you got anything cheaper وطريقة حتى تفلت من المحل وتسوي نفسك مليقات اللي تريده تشذب لا موجه قصدي يعني إذا صدق مليقات اللي تريده It's not what I'm looking for It's not what I'm looking for Do you have this item in stock Do you have this item in stock Do you have this item in stock إذا ما لقينا الشيء للريدة بالمحل نفسه ممكن نسأل أبو المحل أنه يدلينا على غير محل ممكن نلقي الشيء للريدة بي فالسؤال يكون Do you know anywhere else I can try Do you know anywhere else I can try أو Do you know anywhere else I could try Do you know anywhere else I could try وهنا نحن بنسأل عن الضمان إذا كان هذا الشيء ويا ضمان أو لا Does it come with a guarantee Does it come with a guarantee Does it come with a guarantee جواب ممكن يكون It comes with a one year guarantee It comes with a one year guarantee هسه نقدر نسأل عن التوصيل إذا كان عندهم خدمة التوصيل أو لا ممكن نسألهم Do you deliver Do you deliver أو مثلا Do you have a delivery service Do you have a delivery service إذا قررنا والشيء عجبنا وريد نأخذه فممكن شو نقول I'll take it I'll take it أو I'll take this I'll take this I'll take this يعني I will take this سأأخذه أبو المحل هسا يسألك Anything else بعد شو تريد تريد شي بعض أو ممكن يكون مؤدب شوية وياك ويقول لك Would you like anything else Would you like anything else وهسه وصلنا مرحلة الدفع Are you in the line Are you in the queue يعني أنت واقف بالسرة Are you in the line Are you in the queue Next please Next please هنسألهم إذا يتعاملون بالبطاقات المصرفية أو بالبطاقات الدفع مثل Visa card Master card وهذا الأشياء فالسؤال ممكن يكون Do you take credit cards Do you take credit cards إذا حتدفع كاش تقدر تقول I'll pay in cash إذا حتدفع بالبطاقة بطاقة الاعتمان I'll pay by credit card I'll pay by credit card وحتى تأخذ الفاتورة اللي تدل أنه انت يعني اشتريت شي تقدر تقول Could I take a receipt please Could I take a receipt please باعك باعك وصلنا لأكثر جزء مزعج اللي هو أنه من الرجع الشي للمحال ومن نشتكي من فد مشكلة أول وحدة I'd like to return this I'd like to return this I'd like to return this ما الواحد ضائج I'd like to change this for a different size I'd like to change this for a different size I'd like to change this for a different size It doesn't work It doesn't work It doesn't work It doesn't fit It doesn't fit It doesn't fit وذات ريدي رجعولك فلوسك Could I have a refund Could I have a refund Could I have a refund هايزألك أبو المحال رح يقولك Have you got a receipt Have you got a receipt Have you got a receipt هاي حيتأكد أنه أنت مشتري هذا الشي من عدهم يعني Have you got a receipt وذا شغلتك كلش مستاجلة وتريد تتعارك تقدر تقول Could I speak to the manager Could I speak to the manager أشياء قد تراها وإنت طاب للمحال أو للمكان اللي تتسوق من عنده Open معروفة Closed مغلق مفتوح 24 ساعة Open 20 hours a day Open 20 hours a day العرض الخاص Special offer Special offer تخفيضات Sale أو sales Sale Sales تخفيضات Clarence sell Clarence sell إذا حيعزل المحال ممكن يساو تخفيضات فصير Closing down sell Closing down sell يعني تصفية بسبب إغلاق المحل Good value Buy one Get one free Buy one get one free أو Buy one get one half price Buy one get one half price Half price وضع بالمحال طالع دا يتغدي ممكن تلقي sign هيت شي مكتوب بيها Out for lunch أو out to lunch أو حتى ممكن تشوف Back in 15 minutes رح نرجع لكم بعد 15 دقيقة حس أفاصل إعلاني ما ندري ليش Shoplifters will be prosecuted Shoplifters will be prosecuted ولما تستخدم البطاقة المصرة في أمانتك ممكن تشوف هاي التعابير Enter your pen Enter your pen Please wait Please wait Remove card Remove card Signature 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 وصلنا لنهاية هذا الفيديو أتمنى فيديو اليوم كان مفيد لكم وأتمنى كتبته كل اللي تعلمته بهذا الدرس انتردرونا بالحلقة الجاية أشوفكم على خير إن شاء الله مع السلامة Welcome everyone أهلا وسهلا بكم قناة Let's Practice English الحلقة الثانية من سلسلة تعلم الإنجليزية من الصفر للمستوى الثاني إذا حابين تتعلموا المصطلحات تخص ممتلكات اللي يعدكم يتريدون تسولها تصليح يتريدون تنظفوها بمختلف الأماكن وبمختلف السياقات خليكم ويانا إذا كان عندك ممتلكات تريد تسولها تنظيف أو تريد تصلحها فهذه الجمل ممكن تكون مفيدة إلك بالبداية رح نوضح مجموعة أسئلة وأجوبة ممكنة الحدوث لما تكون رايح تتسوي تصليحات عامة بشكل عام فخليكم ويانا قول صيغة رح نستخدم هاي الصيغة كصيغة ثابتة لكن ممكن نغير بها الكلمات حسب اللي إحنا محتاجين انصلحة وهنا نحط الشي اللي يريد انصلحة مثلا ونخلي بالأخير ونخلي بالأخير معناه هو هاك كده عالي يتبه الحاجة جدي هنسأل أبو المحال انه دا كان يصلح فلا إن شاء الله بالذات يعني على وجه التحديد صيغة ثابتة نسأل على السعر نسأل على الوقت اللي رح نحصل به على الخدمة اللي طلبناها نسأل عن المدة اللي راح ياخذها يستلزمها أمر التصليح إذا الشي رح يصير فورا أو حالا ممكن اللبائع يقولك جواب آخر النفس السؤال بعدها نخلي اليوم أو الموعد ما قالت الشي اللي حيكون جاهز ممكن يكون جاهز هذا الشي باتر جواب آخر مرات التصليح يطلب أنه ياخذون الشي إلى مكان آخر إذا الحوي رجعوا فمعناها من تسمع هذا الشي معناتها أنه إحنا ما راح نقدر نكامل التصليح هنا وذا شغلة ما تسوأ أصلا نصلحها ممكن ينصحك ويقولك أبو المحل قاعد بأمان الله تيجي أنت شو تقول لي تقول لي ممكن هو شو يقولك أقدر أشوفها can I take a look at it أو can I have a look at it can I have a look at it same meaning I think it needs a new battery I think it needs a new battery إذا جايت تأخذ الغراض اللي عفتها من المصلح ممكن تقول I've come to take I've come to take أو I've come to collect مثلا I've come to collect my computer I've come to collect my phone أو I've come to take my watch أوكي هسا ننتقل للتصليحات الغصة بالتصوير ممكن يجاوبك ويسئلك هذا السؤال Would you like matte or gloss prints Would you like matte or gloss prints حيسئلك على حجم الطباعة What size prints would you like What size prints would you like What size prints would you like ننتقل هسا إلى التصليحات يمن محل الغسيل الجاف أو تنظيف الجاف Could I have this suit cleaned Could I have this suit cleaned Could I have this suit cleaned تقدرون الضيفوني please Could I have this suit cleaned please How much do you charge for a shirt How much do you charge for a shirt How much do you charge for a shirt Could you take these trousers up an inch Could you take these trousers up an inch Could you take these trousers up an inch هذا الكلام حيفيدكم لما تروحوا نتعدلون بناطركم هسا نجي على جزء التصليحات الخاصة بالأحذية وبعدين المفاتيح وممكن نحط أشيء اللي يريد نضيفك ننتقل للمفاتيح شكرا جزيلا للمشاهدتكم فيديو اليوم لا تنسوا نسوون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات حتى توصلكم الحلقات التالية أشوفكم بالفيديو الجاي Stay blessed وياكم سبق وهاي الحلقة هي حلقة رغم ثلاثة من سلسلة تعلم الإنجليزية من الصفر بهاي الحلقة رح نحتي عن شراء الملابس buying clothes خليكم ويانا حتى تعرفون كل ما يتعلق بهذا الموضوع خلينا نشوف سوية عبارات استاعدنا بشراء الملابس والأحذية خليكم ويانا بالبداية خلينا نتعرف شلون نوجة القياس المناسب شمو التعابير اللي ممكن نستخدمها جمع وذا كان جمع إذا صاحب المحل يسألك يسألك عن قياسك أو جواب ممكن يكون I take a size 10 I take a size 10 حد سألة Do you have this in a size 7? Do you have this in a size 7? أنت تخيل أنه أنت واقف وشان القطعة اللي ده تحكي عنها وده تسأل عليها ودقول لها Do you have this in a size 7? Do you have this in a size 7? عندك هذا شي نفسه بالقياس رقم سبعة أو Do you have these in a size 12? Do you have this in a size 12? These للجمع تريد تسأل إذا أكو غرفة ما التبديل Do you have a fitting room? Do you have a fitting room? يعني a fitting Do you have a fitting room? إذا تريد نفس القطعة بس شنو بقياس أصغر Do you have this in a smaller size? Do you have this in a smaller size? Do you have this in a smaller size? ودع تريد نفس الشيب بس أكبر Do you have this in a larger size? Do you have this in a larger size? So أصغر Do you have this in a smaller size? إذا أكبر تريد Do you have this in a larger size? Could you measure my waist? Could you measure my waist? Could you measure my waist? Could you measure my neck? Could you measure my neck? Could you measure my chest? Could you measure my chest? Could you measure my chest? إذا كان مناسب إذا كانت مجموعة من الأشياء كلها مناسبة إليك إذا كان القياس غير ملائم تقدر تقول إذا كانت مجموعة من الأشياء كلها مو على قياسك نجي على اختيار الملابس إذا كانت مجموعة من الأشياء كلها مجموعة من الأشياء كلها مجموعة لتك what do you think of these? I like them. I don't like them. I don't like the color. دارين نسأل عن المادة المصنوع من الشيء. What are these made of? Are these washable? Are these washable? No. They have to be dry cleaned. No. They have to be dry cleaned. Dry cleaned. I'll take it. I'll take them. I'll take this. I'll take those. هسو وصلنا الفقرات. أشياء ممكن تشوفها وانتدت تشتري الملابس. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى كان الفيديو مفيد لكم ودونتوا كل الأشياء اللي انذكرت بالفيديو. لا تنسون like, subscribe وفعلوا جرس الإشعارات. كل هاي الشغلات أكيد تعرفوها. أشوفكم بالفيديو الجاي. Don't forget to follow me on Instagram. مو? مو صحيح? Okay. So I'll see you guys in the next video. Where is up you guys? Welcome to Let's Practice English Channel. My name is Sabah. اسمي Sabah. ودتشوفون قناة Let's Practice English Channel. هذا الكورس هو كورس التعلم من الصفر. المستوى الثاني. بهاي الحلقة رح نتعلم مصطلحات والتعابير وأسئلة وأجوبة خاصة بالتسوق من السوبر ماركت. خليكم ميانة. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. رح نبدي بأشياء تساعدنا أنه نلقي الأشياء اللي نريدها بالسوبر ماركت. فعبارات تساعدنا. يلا خلينا نبلش. حتى نلقي الأشياء اللي نريدها بالسوبر ماركت ممكن نستخدم الصيغة التالية. Could you tell me where the? وتخلون الشي اللي حاولون توجدو. وبعدين تخلون is. Could you tell me where the milk is? Could you tell me where the meat section is? Could you tell me where the frozen food section is? Could you tell me where the bread counter is? and so on. Are you being served? Are you being served? شكتح الوالح جاية. تحس نفسك مدلل والله يعني. مو تحس نفسك داخل سوبر ماركت. Are you being served? حتى تعبر انه انت تريد فلان شي ممكن تقول I'd like. Okay? I'd like. خلينا نسوي تحدي. حاولوا تقولون هاي الكلمة بسرعة. I'd like that piece of cheese. I'd like that piece of cheese. I'd like that piece of cheese. تجربوها. I'd like a slice of pizza. I'd like a slice of pizza. I'd like six slices of meat. I'd like six slices of meat. I'd like some olives. I'd like some olives. How much would you like? How much would you like? ممكن بالغرام. 300 grams. 300 grams. 300 grams. 300 grams. Half a kilo. إذا كان بالبوندات. 2 pounds. مثلا على سبيل المثال. وصلنا مرحلة الدفع. ممكن يقول لك الحساب بها الطريقة. That's 47 dollars. أو that's 47 bucks. Box هي نفسها dollars. فلا تغربطوا من بيناتهم. That's 47 dollars. That's 47 bucks. Just the same. نفس الشيء. Could I have a carrier bag please? Could I have a carrier bag please? Could I have another carrier bag please? Could I have another carrier bag please? Do you need any help packing? Do you need any help packing? Do you need any help packing? Do you have a loyalty card? Do you have a loyalty card? شغلات ممكن تشوفها وانت رايح تتسوق من السوبر ماركت. checkouts. Cash only. Eight items or less. Basket only. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى هذا الفيديو كان مفيد لكم. لا تنسون تفعلون جرس الإشعارات. وتشتركون بالقناة. وتركوا لي تعليقاتكم الحلوة. وأشترككم بالفيديو الجاي. مرحباً. مرحباً. شهر بإستعمال انجليش. هذا الدرس هو الدرس رقم خمسة من سلسلة التعلم من الصفر. بهذا الدرس راح نحتي عن عبارات تفيدكم لما تحتيون عن صحتكم. فخليكم ميانا. بداية احب اقولكم الله يبعدكم عن كل الامراض. هاي العبارات راح هساعدكم إذا لا سامح الله تعرضت الوعكة الصحية وتريدون تحشون عنها بالإنكليزي فلنفرض إنه شخص شافك مو على بعضك فحيستيلك بهذا السؤال ممكن جوابك يكون أو تقدر تزيد very قبل well وتقول أو تقدر تقول أو إذا جرحت نفسك تقدر تعبر عن هذا الشيء وتقول إذا عندك صداع تقدر تقول إذا تحس نفسك راح تتمرض ممكن تقول إذا تنت مريض تقدر تقول وتخلي الشيل اللي ده يوجعك ورها ليش خلينا آر لأن فيت جمع؟ تعبر عن الجمع حتى لو ما بيهقس لكن هي جمع شاذ إذا كان الشيء اللي ده يوجعك هو مو جمع مثلا الأقدام اثنين إذا شيء واحد فممكن تقول أضيف S للفعل لأن الشيء واحد أضيف S للفعل لأن الشيء واحد وممكن تسأل عن الشيء نفسه المسكن وممكن تقول يجيك شخص يطمئن عليك شخص ده يواسيك بمارا لك ممكن يقول لك حالتك كل شده ورد تقدر تقول؟ I want to see a doctor I want to see a doctor أو I need to see a doctor I need to see a doctor وذا كل شمتأزمة لازم تقول I have to see a doctor I have to see a doctor وذا شخص لاحظك أنه أنت حالتك الدهورة ممكن يقول لك I think you should see a doctor I think you should see a doctor سؤال وصلنا النهاية الدرس اليوم لا تنسوا تكتبون كل اللي تعلمنا بهذا الدرس وأشوفكم بالفيديو الجاي قبل ما ننسى Subscribe, like وفعلوا جرس الإشعارات وكل هاي الأسوالة وتابعونا على الانستغرام حسابي بالوصف Hello everyone Welcome back to the channel I'm Sabah and today we will be continuing سلسلة تعلم من الصفر اليوم الدرس ماتنا رح يكون عن كلمات تسمعها أو كلمات تحتاجها لما تكون عند أخصائي العيون خليكم ويانا لما تروح الطبيب العيون ممكن تسأل هذا السؤال Do you do a free eye test؟ Do you do a free eye test؟ ببدال do ممكن تكون أكثر لباقة وتقول Do you offer a free eye test؟ Do you offer a free eye test؟ شوية offer شوية أكثر لباقة من do يعني إذا تريد فحص وحتى تطلب هذا الشيء مباشرة تقدر تقول إذا تحتاج نظارات ممكن تقول أو إذا كانت بس للقراءة تحتاجها للمناظر ممكن تقول أو ممكن تحتاج الحقيبة موالة النظارات وتقول ممكن تقول وذا ترتدي العدسات اللاسقة من أجل تصحيح النظر أو لأسباب طبية ممكن تقول Could I order some more contact lenses؟ Could I order some more contact lenses؟ أو Could I order contact lenses؟ Could I order contact lenses؟ ها تشتكي من شيء بالنظارة تقدر تقول إنو الإطار مكسور تقدر تقول The frame of these glasses is broken The frame of these glasses is broken The frame of these glasses is broken Could you repair it? Could you repair it? Could you repair it? Do you sell sunglasses? Do you sell sunglasses? ممكن يسئلك الطبيب بهذا السؤال ويقول لك إذا أريد يفحص النظر ماتك رح يقول لك على هاي اللوحة يمكن تتخذ من اللوحة الخطوب؟ يمكن ت تغير تساعدين تساعدين؟ تفحص نظر عمي 싸فوط ويقول لك على هاي اللوحة تفحص نظر عمي طالب تفحص نظر عمي ديو كرين 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 وصلنا نهاية هذا الفيديو Thanks a lot for watching Don't forget to subscribe and to hit the notification button And to follow me on Instagram And I'll see you in the next video Peace out guys Welcome back everyone to Let's Practice English Channel It is Sabah here And today we'll be learning phrases and questions and answers That we may use at the pharmacy أهلا وسهلا بكم قناة Let's Practice English وإياكم سبق واليوم رح نتعلم عبارات وأسئلة وأجوبة ممكن نستخدمها عند الذهاب للصيدلية Keep on watching لما تروح للصيدلية وتريد تطلب فتشي من الصيدلية إن كان علاج أو شيء آخر ممكن تستخدم هاي الصيغة I'd like some I'd like some For example I'd like some toothpaste I'd like some toothpaste I'd like some toothpaste I'd like some toothpaste أوكي هذا التيل بالأخير تشوفها تحسها مخفف فI'd like some toothpaste Pastes يعني تحس التيل مليا اللفظ أوكي I'd like some toothpaste أو ممكن تقول I'd like some purse to mull I'd like some purse to mull وإذا عندك وصفة من الدكتور وتريد تقول للصيدلية أنه أنت عندك الوصفة فممكن تقول I've got a prescription from the doctor I've got a prescription from the doctor I've got a prescription وصفة I've got a prescription from the doctor طريقة للسؤال أخرى حتى تستفسر عن وجود الشيء اللي ده الطلبة بالصيدلية ممكن تقول Have you got anything for Have you got anything for هاي صيغة ثابتة Have you got anything for مثلا Cold sores Have you got anything for cold sores أو Have you got anything for sore throat Have you got anything for sore throat Have you got anything for sore throat إذا شفايفك مششققة وتريد تسأل إذا عدهم فتشي يعالج هاي الحالة تقدر تسأل بهيك سؤال جاءك الصفة يعني الشفايف المتشققة أمثلة أخرى مرات الناس من السافر يصير عندها غثيان خلال السفر فيستخدموا لحبوب معينة هي هاي اللي نسميها travel sickness هي الحالة هاي الغثيان هنانا ديقول ديطلب شي لهاي الحالة have you got anything for travel sickness كذلك ببدال have you got anything for ممكن نقول do you have anything for شوش كالسهلة يعني ممكن نستبدل الكلمات هذني بأشياء ثانية احنا already نعرفها مثلا do you have anything for هاي احنا نعرفها أكيد كليتنا do you have anything for مثلا travel sickness do you have anything for travel sickness أما بالنسبة للرياضيين اللي صير عندهم مشاكل بالقدم ممكن نقول have you got anything for athletes شوفوا have you got anything for athletes foot have you got anything for athletes foot have you got anything for athletes foot وذا احنا ما عدنا وصفة والريد الصيدلي هو يرشحنه أو يقترح علينا فعلاج معين فلنفرض الزكام ممكن نقول can you recommend anything for a cold can you recommend anything for a cold recommend يعني تقترح أو ترشح can you recommend anything for a cold can you recommend anything for a cold وممكن نضيف a please can you recommend anything for a cold please أما لو انت دتعاني من شي وتريد تشرح انه انت دتعاني منه فتقدر تقول I'm suffering I'm suffering أنا أعاني أوكي I'm suffering تقدر وراها تخلي كلمة from I'm suffering from أنا أعاني من وتخلي شيء اللي انت دتعاني منه مثلا I'm suffering from hay fever I'm suffering from hay fever I'm suffering from indigestion I'm suffering from indigestion I'm suffering from indigestion I'm suffering from diarrhea I'm suffering from diarrhea I'm suffering from diarrhea إذا عندك حساسية أو طفح جلدي ممكن تقول I have a rush I have a rush أو I've got a rush I've got I have نفس الشيء I've got a rush I have a rush Same meaning Here comes the pharmacist to recommend something to you يجي الصيدلي حتى يرشح لك أو يقترح عليك فتشيء فممكن يقول لك You could try this cream 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 If it doesn't clear up after a week You should see a doctor وإذا تشنت مدخل وتريد فتشيء ساعدك على لا 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 تدخين تريد شيء ساعدك على التوقف عن التدخين تقدر تقول Have you got anything to help me stop smoking؟ Have you got anything to help me stop smoking؟ أو Do you have anything to help me stop smoking؟ Do you have anything to help me stop smoking؟ إجابك ويقول لك Have you tried nicotine patches؟ إذا ما عندك وصفة وتريد تشتريدوها معين تقدر تسأل الصيدلي بهذا السؤال Can I buy this without a prescription؟ 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 خلي نشوف شي يقول ويطلع حظك تعيس ويقول لك لا ما نبيع بدون وصفة طبيعية هو التشوك تقعد حظك ماكو يجي حظ ضيم خلينا نكمل يقول لك مثلا حتى شون حيرفض طلبك فممكن يقول It's only available on prescription هنا نصدمة هاي دامنا نصر ويايه فلا تنسون هذا الجواب It's only available on prescription نجي نسأل إذا كان الشيء أو الدواء بأعراض جانبية شون نسأل عن هذا الشيء؟ ممكن نقول Does it have any side effects؟ Does it have Does it Does it هي جدا نرفلها Does it have any side effects؟ Does it have any side effects؟ واحدة من المؤثرات الجانبية إنه يخليك تناعس فشنا تناعس بالانجليزي؟ ناخد الجملة It can make you feel drowsy It can make you feel drowsy Drowsy هي مثل sleepy يعني إمنعس It can شوفوا ما داقول إتكان لا داقول It can It can make you feel drowsy It can make you feel drowsy دي نصحك You should avoid alcohol You should avoid alcohol صيدلاني فارماسيست صيدلاني فارماسيست 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 إذا تريد تحتيو يا الصيدلي ممكن تقول هاي الجملة Can I speak to the pharmacist please Can I speak to the pharmacist please Can I speak to the pharmacist please وحتى صير أكثر تهذيبا بالكلام على عمود هم يعني يسهلون أمريك تقدر تقول I'd like to speak to the pharmacist please I'd like to speak to the pharmacist please I'd like to speak to the pharmacist please وصلنا نهاية الفيديو اليوم Thanks a lot for watching Don't forget to hit the like button Subscribe Hit the notification button And I'll see you guys in my next video Thank you And also I want one thing for me اشتركوا بقناتي الخاصة اللي بيها انجليزي من الحياة اليومية بنواضعي الطبيعية الرابط راح اتركه بصندق الوصف واشوفكم بالفيديو الجاي Welcome everyone to Let's Practice English Channel إيري السبق here And today we'll be learning اليوم راح نتعلم عبارات تفيدنا ضرورية جدا عند زيارة طبيب الأسنان لو كنا مقيمين ببلد أجنبي خليكم ويانا هنبتسوية من الاستعلامات لما نريد نحجز على موعد ويا دكتور الأسنان شلون نقول نريد موعد عند الدكتور الأسنان Can I make an appointment to see the dentist؟ موعد Can I make an appointment to see the dentist؟ لو كنت تريد تجري فحص الأسنانك ممكن تقول I'd like a check-up انت بالعيادة راح يقولولك اتفضل اجلس ممكن يقولون Please take a seat Please take a seat واذا يريدون يقولولك اتفضل ادخل Would you like to come through؟ Would you like to come through؟ هسه راح نحتي عن فحص الأسنان حيسئلك الطبيب ويقولك When did you last visit the dentist؟ When did you last visit the dentist؟ Have you had any problems؟ Have you had any problems؟ تريد تقول لها أني أعاني من ألم بأسناني I've got a toothache الحشوة بالانجليزي فيلنج الحشوة فيلنج One of my fillings has come out One of my fillings has come out One of my fillings has come out I've chipped a tooth لقد كسرتو سنن I've chipped a tooth I've chipped a tooth I've chipped a tooth وذا رايح تسوي تنظيف الأسنانك ممكن تقول I'd like I'd like A clean and a polish I'd like a clean and a polish Please I'd like a clean and a polish Please I'd like a clean and a polish Please لما يبدو إياك الشغل رح يقول لك Can you open your mouth, please? Can you open your mouth, please? Can you open your mouth, please? A little wider, please? A little wider, please I'm going to give you an x-ray X-ray هي الأشعة You've got a bit of decay in this one You've got an abscess You've got an abscess وصلنا إياكم المرحلة معالجة الأسنان You need two fillings Fillings اللي قلنا عليها الحشوات حشوات الأسنان وإذا لازم تشلع سنك فحيضطر يقول لك الدكتور I'm going to have to take I'm going to have to take this tooth off I'm going to have to take this tooth off I'm going to have to take this tooth off أكيد ما أحد مننا يريد يسمع هاي العبارة مرعبة بحد ذاته I'm going to have to يعني سينبغي عليه يعني راح أططر لازم أسوهي تفيد حيث لك سؤال Do you want to have a crown fitted? Do you want to have a crown fitted? Do you want to have a crown fitted? I'm going to give you an injection I'm going to give you an injection Injection هي الحقنة مو شرط إنو حقنة البنج لا كل الحقن يسموها injection I'm going to give you an injection Let me know if you feel any pain Let me يعني let me Let me know if you feel any pain Let me know if you feel any pain Would you like to rinse your mouth out? Would you like to rinse your mouth out? Would you like to rinse your mouth out? You should make an appointment with the hygienist You should make an appointment بدات الحلقة قلنا appointment شنو؟ ذكروا ها appointment Yes, appointment موعد You should make an appointment with the hygienist Hygienist You should make an appointment with the hygienist وبالنهاية راح تسأل عن سعر كل هاي العملية وكل هاي الأشياء ثالك ياها فتقول How much will it cost? How much will it cost? How much will it cost? Finally I wish you guys a happy day or a happy night whatever you are in the world and don't forget to hit the subscribe button and the bill button the notification you know and I'll see you guys in the next video أشوفكم بالفيديو الجاي Welcome everybody to a new video in Let's Practice English channel My name is Sabah and today we will be learning some expressions about traveling أهلاً وسهلاً بكم قناة Let's Practice English وياكم Sabah وبهذا الدرس راح نتعلم عبارات عامة تفيدنا بالسفر خليكم ويانا Welcome once again خلينا نبدي بأول شغلة نسويها لما ننوي نسافر أول شي حنسوي هو نبحث عن مكتب التذاكر تذاكر تذاكر ايه؟ خلينا نعرف ايش لون نسأل عنها بالانجليزي نقدر نقول Where's the ticket office Where's the ticket office Where's the ticket office أوكي خلينا نوضح أول شي وسائل النقل بالانجليزي شنو؟ Bus Flight Ferry Train Bus Flight Ferry Train اختار اللي ناسبك واللي حتروح به وعلى أساسه سوي هاي الجملة Where do I get the bus أو ferry أو flight أو train to Baghdad أوكي مثلا I'm going by the ferry let's say أوكي Where do I get the ferry to Baghdad from Where do I get the ferry to Baghdad from Where do I get the ferry to Baghdad from خلينا نسأل هسه عن موعد الباص أو الرحلة مع الطيران البغداد أوكي ممكن نقول What time is the next ferry to Baghdad أو What times the next flight to Baghdad What times the next train to Baghdad What times the next bus to Baghdad أوكي اللي انت صدق تسوي تقدر تخلي وسيلة النقل اللي تناسبه وذا رحلتك بأي شكل من الأشكال تكنسلت فممكن تسمع هذه العبارة وذا صار تأخير بالموضوع ممكن تسمع هذه العبارة يتيك شخص يسألك إذا أنت سبقوا أن زرت مكان ما فالعبارة اللي تقدرون تستخدموها أو تسمعوها من شخص يقول لك أنت زرت فلان مكان من قبل هي كالتالي Have you ever been? ثابتة ثابتة تحفظوها مثل ما هي وتخلون بعدها المكان اللي دا تسألون أو دا تنسألون عن إن تمت زيارته أوكي نقدر نقول Have you ever been? ونخلي المكان أو الدولة أو الأشي Okay Have you ever been to Italy? Have you ever been to Italy? أو Have you ever been to Baghdad? Write me in the comments Have you ever been to Baghdad? And if you are from Iraq already and you are in Baghdad then... هلأتش هسنجي للجواب سألوكم إنو إذا رحتوا المكان ما Have you ever been to Baghdad؟ تقدر تجاوب Yes I've been there on holiday Yes I've been there on holiday وهذا جواب يرهم الإتلي أكثر من بغداد لأنه أنت لواجه تروح الصيف ببغداد مثلا يعني أو on holiday يعني It's obvious فالجواب يكون Yes I've been there on holiday Yes I've been there on holiday وإذا مرايح تقدر تقول No I've never been there No I've never been there No I've never been there وإذا أنت مرايح بس تتمنى تروح تقدر تقول No I've never been there but I'd love to go someday No I've never been there but I'd love to go someday تخيل نفسك التملان بنص الرحلة ودريد تسألش جد باقي وقت وتوصل وإن شاء الله ما تملون بأي رحلة يعني المفروض تستمتعون بس إذا صار You can say How long does it take? How long does it take? كم سيستغرق الأمر? أو كم يستغرق الأمر? How long does it take? How long does it take? How long does the journey take? How long does the journey take? How long does the journey take? شوكت نوصل متى نوصل What time do we arrive? 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 أوكي إذا عدكم شخص يشعر بالمرض خلال الرحلة أو خلال السفر فتقدر تسألة بهذا السؤال Do you get travel sick? Do you get travel sick? Do you get travel sick? If you get then I'm freaking sorry for you because yeah it sucks هس نجي نتمنى لشخص رحلة سعيدة نقدر نقول له Have a good journey Have a good journey Have a good journey والأسهل Enjoy your trip Enjoy your trip Enjoy your trip To Spain I'd like to go to Spain I'd like to go to Italy I'd like to go to Baghdad To Iraq Whatever I'd like to book a trip to I'd like to book a trip to Spain I'd like to book a trip to Spain I'd like to book يعني أود أن أحجز A trip رحلة To Spain نسأل عن السعر من الرحلات نقدر نقول How much are the flights? 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 وذا تريد مثلا تريد كتاب صغير حتى تعرف عن المنطقة اللي أنت رح تزورها إذا ما كان عندك فت شيء already in mind كان أكو شيء ببالك already تقدر تسأل هذا السؤال Do you have Do you have Any brochures Do you have any brochures On Switzerland Do you have any brochures On Switzerland Do you have any brochures On Switzerland سؤال السؤال لمنطقة تعرف إذا يلزمك فيزة لهذه الرحلة يعني مو هم يتكافلون بها لأ لازم أنت تروح تسويها بنفسك فتقدر تسأل هذا السؤال Do I need a visa for Turkey Do I need a visa for Turkey Do I need a visa for Turkey Alright guys Thanks a lot for watching بصنى نهاية هذا الدرس أتمنى أن هذا الدرس كان مفيد لكم Don't forget to subscribe and to hit the like button and to leave your beautiful comments and I'll see you guys in the next video See you I'll see you guys in the next video I'll see you guys in the next video I'll see you guys in the next video Welcome everyone to Let's Practice English Channel وإياكم سبق واليوم درسنا عن المصطلحات والتعابير والأسئلة والأجوبة اللي تواجهكم إذا تجد تستافرون جوا خليكم ويانا Alright let's get started تمام نبدأ من البداية إذا كانت حاجز أونلاين تقدر تقول I booked online I booked online I booked online حيث إلك عن رغم الحاجز الخاص بك فممكن يستخدم هاي الصيغة ويقول لك Do you have your booking reference? Do you have your booking reference? Okay So Your passport and ticket please Your passport and ticket please means give it to me يعني انطناياها Your passport and ticket please Here's my booking reference Here's my booking reference حيسئلك اليام مكان أو اليام بلد انت دا السافر Where are you flying to? Where are you flying to? Where are you flying to? What are you flying to? حنجي على فقرات الأسئلة حيسئلكم بعض الأسئلة خلينا نشوف شون ممكن تكون Did you pack your bags yourself? Did you pack Pack يعني حزمت والضبط أمتعتك Did you pack your bags yourself? Did you pack your bags yourself? Has anyone had access to your bags in the meantime? Has anyone had access to your bags in the meantime? Do you have any sharp objects or liquids in your handbag? Alright, once again Do you have any sharp objects أدوات حادة or liquids in your handbag? Do you have any sharp objects or liquids in your handbag? هذا السؤال تنسألة عن الحقيبة الصغيرة اللي تصعدها وياك للطيارة فحيسألك إذا كان بها sharp objects أدوات حادة or liquids because it's forbidden لأنه ممنوع It's forbidden How many bags are you checking in? How many bags are you checking in? How many bags are you checking in? يعني إش كم حقيبة راح تصعدها على هذه الصرفة اللي قيسون بها الوزن مالحقائب Could I see your handbag please? Could I see your handbag please? Could I see your handbag please? وإذا تريد تأخذ حقيبة وياك تصعدها على مثل الطائرة ما تسوي لها checking in ما تخليها على الصرفة تقدر تسأل هذا السؤال Do I need to check this in or can I take it with me? Do I need to check this in or can I take it with me? Do I need to check this in or can I take it with me? Unfortunately, you need to check that in Unfortunately, you need to check that in Unfortunately, you need to check that in إذا تحسون المقاطع شوية سريعة تقدرون تعيدون المقطع حتى تتعودون على هاي السرعة لازم نعرف نقطة مهمة من نتعلم اللغة الإنجليزية إنه المتحدث ما رح يبطئ نفسه على مودنه ومو كل الناس معلمين حتى يبطئون نفسهم لذلك لازم نعتاد إنه نتعلم اللغة بالسرعة الطبيعية شوية شوية حتتعودون أن دا أكرر أكثر من مرة الجملة في سبيل إنه يصير عدكم تعود على النمط السريع ف-please cooperate with me خليكم تعاونين ويايا to get the best result حتى تحصلون عن نتائج الأفضل إذا كان عندك وزن زائد بالحقائب فلازم تدفع رسوم أو ضريبة هنا ننتش حتحس نفسك حتنقط لكنه بخير إذا كنت تحتاجها فلن يجب عليها تجد عليها من 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 ما يحب يقعد قريب على الشبوت ويتونس بالمناظر يجيك هذا السؤال ويجيك شخص لطيف ضريف يقول لك وصلنا لسيكورتي يعني شايل أي سوائل وشيء اللي حيسألوك أنه تخلعه مثلا وهاي أكثر شغلة الواحد يضوج من عندها بالمطارات فلن تخلعه بخير امتعي بخير امتعي بخير بخير امتعي بخير امتعي أنا محن محن امتعي 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 اسوأ شيء ممكن تسمع لما تكون مسافر لما يقول لك هذه العبارة قاعة المغادرة قاعة المغادرة ممكن نستخدم هذه العبارات ممكن أيضا تسمع الشخص اللي يحكي بالمكبرة مالة الصوت بالمطارات ممكن تسمع هذا النداء سوف أقضع سوف أصبح ثمانيا بالطبع إذا صار تأخير ويريدوني يعتدروا لكم ممكن تسمع هاي العبارة سؤال آخر ممكن يواجهك Another question that you may face is Could I see your passport and boarding pass, please? Could I see your passport and boarding pass, please? Could I see your passport and boarding pass, please? Alright, وصلنا المرحلة من أنت على متن الطائرة اللوكرات هاي اللي يصير فوق المقعد من الراكب شي سموها؟ Overhead locker إذا واجهت شخص يريد يوجهك على التعليمات داخل الطائرة فممكن تسمع هذا الطلب Could you please put that in the overhead locker? Could you please put that in the overhead locker? Could you please put that in the overhead locker? Please pay attention Pay attention يعني انتبه Please pay attention to this safety demonstration أو to this short safety demonstration أوكي هاي لما يجون يسوون الإجراءات السلامة قدامكم المضيفين أوكي So Please pay attention to this short safety demonstration Please pay attention to this short safety demonstration Please turn off all mobile phones and electronic devices هاي حاسمعوها لما تسعدون الطيارة في سبيل تسعدون كل شي بإشارة حتى لا تأثر على الطيارة Please turn off all mobile phones and electronic devices نسأل السؤال المعهود How long does the flight take? يجعلك شخص يسألك شلونك؟ ما لونك؟ Do you need any? I don't know The captain has turned on the fasten seat belt sign نجي على كلمة fasten fasten من نلفظ بيها حرف الت fasten مو fasten fasten وكلمة turned on ممكن نبدلها بكلمة switched on The captain has switched on the fasten seat belt sign الهبوط landing الهبوط landing ممكن تسمع هذه العبارة We'll be landing سنحبط We'll يعني we will We'll be landing in We'll be landing in يعني في غضون We'll be landing in 15 minutes We'll be landing in 15 minutes Oh We'll be landing in about In about يعني في حوالي أوكي We'll be landing in about 15 minutes إن شاء الله We'll be landing in about 15 minutes Please fasten your seat belts and return your seats to the upright position Please fasten your seat belts and return your seats to the upright position واحتسمعون إنه يذكروا لكم الوقت بالتوقيت المحلي أوكي فممكن يقولون The local time is The local time is The local time is 9.34 p.m. The local time is 9.30 p.m. For example أكيد كمثال هذا وصلنا لهذا البارت اللي هو أشياء ممكن نشوفها ممكن نشوفها بطريقك وإنت مسافر فخلينا نعرف شنو هنا short stay وlong stay short stay وlong stay short stay long stay arrival departure arrival departure مغادرة international check-in international check-in أو international departure international check-in أو international departure إذا كانت الرحلات محلية يعني داخل البلد نسميها domestic flights domestic flights domestic flights الاستعلامات نسميها information desk information desk مكتب التذاكر tickets office tickets office toilets toilets lockers restaurants restaurants chicken closes 40 minutes before departure chicken closes 40 minutes before departure gates gates tax free shopping tax free shopping tax free shopping كلنا نحب هذا الشوپنج بلدات يعني tax free shopping duty free shopping duty flights connections flights connections flight connections وليس connections لأ flight connections connection أكوار قينطوك يا حتى الطلب بالأمتعة ماتتك إذا ضاعت شي سموها؟ package reclaim package reclaim package reclaim وهي كلها عملية استعادة الأمتعة يسموها package reclaim passport control passport control customs 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 taxis taxis car hire car hire car hire departures board departures board departures board check-in open check-in open go to gate ويخلي لك الرقم مالة البوابة أو يقول للكيا أوكي مثلا تسأل على بوابة معينة مثلا where's the gate مثلا 30 where's the gate 30 فهو يقول لك مثلا go to gate مثلا go to gate 20 روح للبوابة 20 and then مثلا walk to the gate أو يعني حيدليك أوكي فgo to the gate go to the gate number يخلي الرقم اللي حيدليك عليه delayed بتأخرت cancelled انلغت delayed cancelled delayed cancelled boarding هو ركوب الطيارة يعني أن تكون على متن الطائرة مثلا boarding now boarding now معناها أنت حاليا دا تركب الطائرة أو ديتم ركوب الطائرة نداء أخير last call last call last call إذا البوابة بدت تغلق فيقول لك gate closing gate closing إذا البوابة already انغلقت فيقول لك gate closed gate closed إذا غدرت departed departed بالماضي departed لأحة الوصول arrivals board arrivals board arrivals board landed landed هبطت landed هبطت وصلنا وياكم النهاية هذا الفيديو thanks a lot for watching don't forget to hit the like button and to subscribe to the channel and to leave your beautiful comments and I'll see you guys in the next video welcome everyone once again to let's practice English channel وياكم سبق وبهذا الدرس رح نتعلم عبارات تخص السفر لكن السفر بالسيارة وحنتعلم أيضا لافتات ممكن نشوفها وإحنا مسافرين بالسيارة إذا تحبون تعرفون كل هاي الأشياء خليكم ويانا alright guys خلينا نبدي بأول عبارة وهي إذا شنو تتريد تركن سيارتك شنو تقول تقدر تقول can I park here can I park here can I park here إذا شنو تتريد تفعل بنزين تقدر تستخدم هذي الجملة where's the nearest patrol station where's the nearest patrol station أو gas station patrol station أو gas station it's just the same نفس الشيء تماما so you can say where's the nearest gas أو patrol station are we nearly there are we nearly there nearly nearly يعني تقريبا are we nearly there إذا تريد تقول هلنا كاد نصل يعني حنوصل إذا تريد تستفسر عن هذا الشيء تقدر تقول هاي العبارة are we أو هاي الجملة are we nearly there are we nearly there are we nearly there واحد دا يسوق سريع وتريد تقول لها اتمهل على كيفك please slow down please slow down please slow down لا سامح الله صار لك حادث تقدر تستخدم هاي العبارة وتقول we've had we've اختصار have we've we've يعني we've we have we've had an accident we've had an accident we've had an accident إذا كان الغلط منك تقدر تقول sorry it was my fault sorry it was my fault sorry it was my fault وإذا ما كان إلك إيد بهذا الغلط ما غلطان إنت تقدر تقول it wasn't my fault it wasn't my fault it wasn't my fault it wasn't my fault ممكن تسمع هاي العبارة you've you have you've left your lights on you've left your lights on you've left your lights on يجيك شخص يسئلك have you passed your driving test have you passed your driving test have you passed your driving test خلينا نجي نشوف عبارات في محطة الوقود يقول لك إيش جد تريد how much would you like how much would you like how much would you like full please full please full please 25 dollar worth please 25 dollar worth please 25 dollar worth please يعني كإنما كلمة worth هنانا جاية تعني أنه التكلفة القيمة إش جد أنت تريد هو 25 dollar تجي على نوع الوقود اللي تستخدمه it takes petrol it takes petrol أو it takes gas أو ممكن تقول it takes diesel it takes diesel it takes diesel وذا أنت محظوظ فممكن تقول it's an electric car it's an electric car it's an electric car I wish I have one I'd like I'd like some oil I'd like some oil I'd like some oil can I take my tires pressure here can I shake my tires pressure here can I take my tires pressure here وصلنا القسم المشاكل الميكانيكية my cars broken down my cars broken down my cars won't start my cars won't start my cars won't start we've run out of we've run out of يعني نفذ منا تقدرون تستخدموها ويا اي جملة كانت we've run out of يعني خلصنا نفذ من عندنا we've run out of patrol we've run out of patrol the the batteries flat the batteries batteries the batteries flat flat يعني ما بها شحن وذا حد لك تعيز فممكن هتستخدم هاي الجملة وتقول إذا عندك فالشي ماذا يشتغل واقف فتقدر تستخدم هذي الطريقة the وتخلي الشي اللي عطلان عندك وبعدين تقول isn't working isn't working مثلا the speedometer isn't working the speedometer isn't working the speedometer isn't working the petrol gauge isn't working the petrol gauge isn't working the petrol gauge isn't working the fuel gauge isn't working the fuel gauge isn't working The fuel gauge isn't working وذا كان شي جمع ممكن تقول The aren't working The وتخلي الشيء اللي عطلان أو ما دي يشتغل وبعدين تقول aren't working مثلا The brake lights aren't working The brake lights aren't working The brake lights aren't working The indicators aren't working The indicators بس احنا باللفظ الصريع شنقول The indicators aren't working أو هذا التعبير اللي انا كلش احبه There's something wrong with the There's something wrong with the وتخلي الشيء اللي بيع عندك مشكلة There's something wrong with the engine There's something wrong with the engine أو There's something wrong with the brakes There's something wrong with the brakes The car is losing oil The car is losing oil The car is losing oil وذا تريد زيت للسيارة ممكن تقول I'd like some oil I'd like some oil وصلنا الجزء التعامل مع الشرطة يجيك شرطي يقول لك Could I see your driving license Could I see your driving license License اللي هي رخصة القيادة Do you know what speed you were doing? Do you know what speed you were doing? Do you know what speed you were doing? Are you insured on this vehicle? Are you insured on this vehicle? Are you insured on this vehicle? Could I see your insurance document? Could I see your insurance document? Could I see your insurance document? وصلنا للجزء الأخير بهذا الفيديو واللي هو أشياء ممكن تشوفها بالطريق وإنت مسافر بالسيارة خليكم ويانا ممكن تشوف بالطريق إشارة stop وهي هاي الأكثر شائعة والكل يعرفها stop يعني افسح الطريق سو مجال طريق اللي بيه اتجاه واحد خط واحد يعني موقف السيارات ومن يقول لك يعني هذا المكان ما تقدر توقف بيه سيارتك ممنوع بقف السيارة كلمة لين ولين هي نفس الشي بدنا مطلس سريع طريقة الباسات إذا شوفون لافتة مكتوب بيها يعني تحذير يعني لازم تنتبهون من هاي المنطقة اللي أنتوا داخلين لها تحذير من أكفة شي خطر يعني دائرة روضي 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 موسيقى موسيقى شوف شون دا أقول ما دا أقول واتر وارر وصلنا لنهاية الحلقة وياكم شكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو أتمنى استفاديتكم من عنده لا تنسون اللايك سبسكرايب للقناة وتركوا لي تعليقاتكم الحلوة وذا عدتكم اقتراحات الفيديو جاية تركوا ليها بخانة التعليقات وأشوفكم بالفيديو الجاية انت مسافر بلد أجنبي وحاب تستأجر سيارة وتعرف كيفية تشغيلها والتعبير عن كل هاي الأمور باللغة الإنجليزية إذا حابين تعرفون كل هاي التفاصيل خليكم ويانا أهلا وسهلا بكم قناة Let's Practice English وياكم سبق وبهذا الدرس رح نتعلم عبارات ومصطلحات ممكن نستخدمها لما نريد نستأجر سيارة وكذلك كيفية تشغيل هذه السيارة بداية انت حاب تستأجر سيارة شنية جملة اللي تستخدمها حتى تعبر انك تريد تستأجر سيارة ممكن تقول يريد عليك الموظف وممكن يقول لك فور هاو لانك فور هاو لانك فور هاو لانك نجي هسا نسأل الموظف عن السعر شلون نقدر نسأله ممكن تقول ويقول يريد عليك ويقول لك فورتي دالر ادي يعني فورتي دالر ادي اربعين دولار باليوم وذ انليمتد مايلاج وذ انليمتد مايلاج فورتي دالر ادي وذ انليمتد مايلاج الموظف رح يسئلك ويقول لك يا نوع تريد أو ممكن يقول لك رح تسأل عن مواصفات السيارة فممكن واحد من الأسئلة يكون مثلاً أنه تسأل على وجود الشيء بها يعني هل يوجد بها المتوفر بها أو تقدر تقول إذا تريد تحدد أن هاي السيارة نفسها اللي أنت تتحكي عليها سؤال آخر ممكن السألة الموظف يسئلك ويقول لك إذا كان عندك رخصة قيادة فيسئلك هذا السؤال هل بإمكاني رؤية هل بإمكاني رؤية رخصة قيادتك بإمكاني رؤية رخصة قيادة تذكير صغير وصلنا الجزء تشغيل السيارة أممكن تسأل على هل بإمكاني رماش الأضوية مع السيارة هل بإمكاني رخصة قيادة هل بإمكاني رخصة قيادة هذه الكلمة أخذناها بالفيديو السابق إذا ما شايفين الفيديو فأنصحكم تروحون تشوفوا الفيديو وتتابعون حتى يصر سلسلة التعلم متواصلة من السلسلة كل هاي السؤال في هاي الماسحات مولة تلجم وإذا شايفين الفيديو القبل فهتعرفون أنه نفس المعنى بترول أو غاز تقدرون تستخدموا اللي تريدوا فمثلا تقدر تقول يعني شلون تفتح صندوق السيارة صندوق السيارة هو غطاء المحرك شي سموه يسموه هود هود وصلنا النهاية حلقة اليوم don't forget to like this video and to subscribe to the channel and to hit the notification button and I'll see you guys in the next video hello everyone welcome once again to let's practice english channel أهلا وسهلا بكم بقناة let's practice english وياكم سبق وبهذا الدرس رح نتعلم إبارات تساعدكم لما تكونون مسافرين بالقارب خليكم ويانا خلينا نبدي من البداية لما نتريد تحجز على رحلة سفر بالقارب شلون تبدي لما نتحجز وتريد تستفسر عن وقت الرحلة أو وقت انطلاق القارب أو العبارة تقدر تستخدم هذه الجملة مثلا انت رايح الكالي فتقول تريد تحجز على حجرة أوكي فممكن تستخدم هذه الجملة وتحدد شنو مواصفاتها مثلا أو وكذلك ممكن ما تقول كلمة بك وبس تقول وذا كانت ما تحتاج حجرة ممكن تقول إذا كان شخصين يريدون تيكت حتى يصعدون القارب ممكن يستخدمون هذه الجملة ويقولون وذا شخص واحد تريد تسأل عن المدة اللي يستغرقها للعبور فتقول وذا تريد تسأل عن وقت وصول العبارة إلى ممكن تقول العبارة وبعدين تخلي اسم المكان أو البلد أو العاصمة أو whatever تخلي وراها هسا وصلنا الجزئية أنه نسأل على الوقت اللي لازم نكون بي موجودين قبل وقت المغادرة يعني قبل وقت مغادرة العبارة وصلنا للمرحلة أنت على متن القارب أو على متن العبارة فتريد تسأل على مكتب المعلومات أو على الاستعلامات فشون تسأل على هذا الشيء؟ تقدر تقول بالنمط السريع يصير تشوفون شلون؟ نص الحرف طارت إذا تريد تسأل على رقم الحجرة تقدر تقول هسا حنشوف مجموعة أسئلة منوعة عن مكانات بداخل المركب تقدر إذا تريد تسأل عن مكان خاص بالمركب مثلا مطعم أو بوفي إشلون تسأل عنه؟ تقدر تقول وتخلي المكان اللي دا تسأل عليه وبعدين بالأخير تخلي on أو وذا تريد تسأل عن مكتب السيرفة وين على متن هذا القارب؟ تقدر تقول إذا صار عندك دوار البحر تقدر تقول وذا البحر هادئو حلو تقدر تقول ممكن تسمع هذه الجملة لما نتكون قريب الوجهتك We will be arriving in port in approximately 30 minutes time وصلنا الفقرات أشياء ممكن تشوفها وإنت برحلتك بالعبارة أو بالقارب أو عبر البحر بشكل عام يعني نهاية هذا الفيديو أتمنى هذا الفيديو كان مفيد لكم وسجلتوا كل القناب هذا الفيديو لا تنسون نساون سبسكرايب للقناة وتفعلون جرس الإشعارات حتى توصلكم كل حلقاتنا الجديدة Don't forget to follow me on Instagram ولا تنسون تتابعوني على الإنستغرام الرابط القبس عند وقالوصف وأشوفكم بالفيديو الجاية اشتركوا في القناة من يوم السبب اليوم درسنا رح يكون عن كيفية إعطاء الاتجاهات فإذا فد يوم ضعد وتريد تعرف شلون تقدر توصل لوجهتك هذا الفيديو ممكن يساعدك كذلك إذا فد يوم تريد توصل لفد مكان معين وتحب تسأل شنو العبارة الممكن تساعدك كلها موجودة بهذا الفيديو وأخيرا إذا جنت أنت تريد تساعد شخص وترجد المكان معين خليكم ويانا بالبداية رح نبدي بالسؤال عن الاتجاهات تريد توصل للمكان تقدر تستخدم هذه الصيغة وتخلي من بعدها المكان اللي تريد توصل له مثلاً إذا تريد تسأل عن موقع شيء معين أو موقع مكان معين تقدر تسأل بهذه الصيغة كذلك ممكن تسأل بهذه الصيغة واللي هي إجابة ويقول لك أو إذا كان مو من هذه المكان مساكن هنا ما يعرف إذا بيدك فتشي دلالة على المكان اللي تريد توصل له ممكن تسأل بهذه الطريقة I'm looking for مثلاً this address I'm looking for this address I'm looking for this address وإذا تريد تتأكد من صحة وجهتك ممكن تقول Are we on the right road to Baghdad? Are we on the right road to Baghdad? Are we on the right road to Baghdad? وكذلك تقدر تسأل بهذه الطريقة Is this the right way to Iraq? Is this the right way to Iraq? Is this the right way to Iraq? Do you have a map? Do you have a map? Do you have a map? Can you show me on the map? Can you show me on the map? Can you show me on the map? وصلنا الفقرات إعطاء الاتجاهات وصلنا الفقرات إعطاء الاتجاهات شخص يريد يدليك ممكن يقول لك ودع المكان بينزول ممكن يقول لك يعني أول مدخل أو أول شارع Take the first on the left على اليسار Turn يعني استدار Turn right at the crossroads يعني مفترق الطرق Turn right at the crossroads Turn right at the crossroads Turn right at the crossroads Continue straight ahead for about a mile Continue straight ahead for about a mile About هنا معناها حوالي أو تقريبا Continue past the fire station Continue past يعني ما بعد The fire station Continue past the fire station You'll pass a supermarket on your left You'll pass You will pass a supermarket on your left Keep going for another hundred yards Keep going for another hundred yards Keep going for another two hundred meters Keep going for another half mile Keep going for another kilometer It will be on your left It will be on your left أو It will be on your right It will be on your right It will be on your left It will be on your right ودع ردي يقول لك أمامك مباشرة Straight ahead of you Straight ahead of you هسا حنحتي عن المسافة إش قد يبعد ومن هالسوالف إذا 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 تريد تسأل إش قد يبعد المكان تقدر تستخدم هالا الصيغة وتقول How far is it? How far is it? How far is it? مدى هقول إت؟ دا هقول إئ نخففها حتى نقدر نحتي مثلهم أممممم نخففها حتى من نسمعها ما نتعجب 어주аю دا نحتي إحنا همينا نفس طريقتهم How far is it to the airport? تخلي المكان وبعدين تقول from here إذا تريد تعرف كم يبعد من المكان اللي أنت بحاليا تخلي المكان مثلا معناها كم يبعد الشاطئ من هنا يعني من مكانك للشاطئ اشقد البعد تتسأل عن المسافة وإذا أنت تريد تعرف أن المكان بعيد أو مبعيد تقدر تقول is it far? is it far? is it a long way? ويجيك الجواب it's not far it's very close أو ممكن تقول it's quite close يعني كلش قريب it's quite close it's quite close quite ممكن يجي معناها إلى حد ما أو إلى حد كبير أو نوعا ما ممكن يجي معناها جدا فحسب المعنى ممكن تستخدم كلمة quite it's quite a long way it's quite a long way it's quite a long way هنا جاي معناها نوعا ما it's quite a long way it's a long way on foot it's a long way بعدين محدد شلون هيصر الطريق بعيد إذا رحت سيرا على الأقدام it's a long way on foot it's a long way to walk it's a long way to walk it's a long way to walk it's about a mile from here it's about a mile from here it's about a mile from here هسا نجي ننطي الاتجاهات للسائقين إذا احنا بسيارة رح ننطيهم الاتجاهات بهذا الطريقة واتخلي بعدها الشيء اللي تتلي عليه the town center follow the signs for the town center follow the signs for the town center follow the signs for Birmingham follow the signs for Birmingham continue straight past traffic lights continue straight past traffic lights continue straight يعني تابع قدما أو يعني إلى الأمام past ما بعد traffic lights إشارات المرور traffic lights continue straight past traffic lights at the second set of traffic lights turn left at the second set of traffic lights turn left at the second set of traffic lights turn left go over the roundabout go over the roundabout roundabout هي الفلكة أو الساحة اللي هيتش بيها يعني عرفتوها take the second exit at the roundabout take the second exit at the roundabout take the second exit at the roundabout turn تذكروها turn أخذناها ببداية الدرس turn right at the T junction turn right at the T junction turn right at the T junction go under the bridge go over the bridge go under the bridge go over the bridge you'll cross ستعبر cross تعبر أو العبور you'll cross some railway lines you'll cross some railway lines you'll cross some railway lines وصلنا إياكم النهاية هذا الفيديو لا تنسون like share والcomment و subscribe ولا تنسون اضغطون على جرس الإشعارات حتى توصلكم كل الحلقات الحلقات الجاية وأشوفكم بالفيديو الجاية وياكم سبق وبهذا الفيديو رح نتعلم أسئلة وأجوبة مهمة ممكن الصادفكم عند عبور الحدود بين البلدان وأسئلة تتعلق بجوازات السفر وبالجمارك خليكم ويانا أول سؤال ويانا Could I see your passport, please? Could I see your passport, please? Could I see your passport, please? Where have you traveled from? Where have you traveled from? Where have you traveled from? Purpose معناته الغاية أو السبب What's the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? جوابك ممكن يكون I'm on holiday I'm on holiday I'm on holiday أو I'm on business I'm on business I'm on business كذلك ممكن يكون جوابك I'm visiting relatives I'm visiting relatives أنا أزور I'm visiting أو أنا في زيارة I'm visiting relatives relatives هم الأقارب relatives هاي سألك عن الوقت اللي هتبقى بي بهذه الزيارة هاي سألك هالمرة عن مكان إقامتك Where will you be staying Where will you be staying Where will you be staying You have to fill in this You have to fill in this وبعدين يقولك الشيء اللي لازم تملي You have to fill in this landing card landing card يعني بطاقة الهبوط أوكي مثلا أنت بالطيارة وده ينطيك فد فد شيء تملي حتى تنزل من الطيارة You have to fill in the أو this landing card ممكن أيضا يقولك You have to fill in this immigration card You have to fill in this immigration card أو You have to fill in this immigration form You have to fill in this immigration form هيتمنى لك وقت سعيد ممكن يقولك Enjoy your stay Enjoy your stay Enjoy your stay وصلت يم الجمارك 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 Could you open your bag please? Could you open your bag please? Could you open your bag please? Do you have anything to declare? Do you have anything to declare? Do you have anything to declare? وصلنا مرحلة دفع الضرائب شيء يقولك حتى يوصل لك فكرة أنه أنت لازم تدفع ضريبة حتى تخلي مثلا هاي الحاجات اللي وياك يحملوها على الطائرة You have to pay duty on this items You have to pay duty on this items Duty هنا نجاية معناها الضريبة You have to pay duty on this items EU citizens EU citizens EU citizens All passports All passports Wait behind the yellow line Wait behind the yellow line Please have your passports ready Please have your passports ready حضروا جوازاتكم Please have your passports ready Nothing to declare Nothing to declare Nothing to declare Goods to declare Goods to declare Goods to declare كنا نعرف كلمة good معناها جيد لكن good لما نخلي لها s مو معناها صارت جمع معناها صارت كلمة بضائع Goods to declare Goods to declare وصلنا وياكم النهاية هذا الفيديو أتمنى الفيديو استفاديتوا منه كتبتوا كل المعلومات كالعادة لا تنسون Like, Share, Subscribe وفعلوا جرس الإشعارات وأشوفكم بالفيديو الجاي ولا تنسون تابعوني على الانستغرام أشوفكم بالفيديو الجاي أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة Let's Practice English وياكم سابق وبهذا الفيديو رح نتعلم مصطلحات وعبارات ممكن تفيدك إذا تشند تبحث عن عمل هذه المصطلحات ممكن اصادفك بالاستمارة اللي حتقدم بها على الطلب للعمل أو ممكن أنت تحطها أو تشوفها بالسيرة الذاتية الخاصة بيك خليك ويانا وتأكد أن تبقى لنهاية الفيديو لأن بنهاية الفيديو حيكون أكو مفاجأة إليك ممكن تساعدك بالتقديم على عمل مناسب إليك خلينا نبلش بأول خطوة وهي تقديم طلب للعمل فلنفترض أنه أنت لقيت الفرصة اللي تناصبك للعمل شنو ممكن تستخدم من جمل حتى تبين أنه أنت راغب بهذا العمل ممكن تقول أو ممكن تقول شي لطيف أو ممكن حتى تنسئل عنها من قبل الشركة اللي دا تقدم عليها أو الوظيفة اللي دا تقدم عليها هو أنه وين شفت الإعلان مالتهم أو شلون ندليت هذا الفرصة للعمل ممكن تقول أدورت هي اختصار لكلمة أدورتايزمينت أدورتايزمينت واللي هو أعلان اختصار إلى أدورت خل حتقولون in the paper يعني بالجريدة هذا شي قديم فممكن نقول نجي هسة نطلب استمارة التقديم على العمل فممكن نقول أو ممكن تستخدم الصيغة الأخرى اللي هي وبعد ما خلصنا من الجزئية اللي هي تقديم طلب العمل نوصل إلى السؤال عن هذا العمل فممكن نسأل ونقول إذا هذا العمل كان مؤقت أو دائمي هنيجي نعرف شنو كلمة مؤقت ودائمي is it a temporary يعني مؤقت is it a temporary شوف شون داع الفضها is it a temporary or permanent permanent يعني دائم or permanent job is it a temporary or permanent job أو position job position نفس الشيء is it a temporary job is it a temporary job is it a temporary position تشوفون شلو نفس الشيء فنرجع للسؤال is it a temporary or permanent position is it a temporary or a permanent position نسأل عن وقت العمل what are the hours of work what are the hours of work will I have to work on Saturdays will I have to work on Saturdays will I have to work on Saturdays will I have to work shifts will I have to work shifts يعني منوضات will I have to work shifts وصلنا الأهم سؤال how much is the salary 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 أو ممكن تقول how much does the job pay how much does the job pay هاي الجملة ما تتترجم حرفيا يعني مو كلمة كلمة وإنما معناها كم الأجر how much does the job pay fifteen dollars an hour fifteen dollars an hour fifteen dollars an hour three hundred fifty dollars a week three hundred fifty dollars a week three hundred fifty dollars a week two thousand dollars a month two thousand dollars a month two thousand dollars a month thirty thousand dollars a month thirty thousand dollars a month إذا واحد يدفعو له 30 ألف دولار بالشهر شير من الله بعد يعني بس نسأل إذا رح يتم الدفع عنا شهريا أو أسبوعيا Will I be paid? Will I be paid? Will I be paid monthly or weekly? Will I be paid monthly or weekly? Will I be paid monthly or weekly? Will I get traveling expenses? Expenses معناها نفقات Traveling سفر نفقات السفر Will I get traveling expenses? Will I get paid for overtime? Will I get paid for overtime? Is there a company car? Is there a company car? Is there a staff restaurant? Is there a company car? Is there a staff restaurant? تقاعد خطة واحلى فقرة لما نسأل عن العطل أوكي شون نقدر نسأل عن العطل ثم نحن نسأل عن العطل هي هنا افضramها هي هنا سالة ف conex لها ست تعبث افضل حسناً حسناً ما عليك؟ حسناً 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 أتمنى أنه لن يكون لدى المساركة أخرى آه حسناً حسناً واخيرا انت قررت وتريد تاخذ الجاوب فممكن تقول ومبروك عليك من هسة شقد احنا لما نكون متحمسين را نبدى الشغل هم هم حاسون انت متحمس ويعمل حماس على الجو والدنيا صار سعيدة عندما يتم تحت فق Saw وقود معا للتصول قصير يجب العبادين for an interview. Yes, you would like to invite you for an interview. It's real. Yeah, it's real. We'd like to invite you for an interview. This is the job description. This is the job description. يجي يسئلك السؤال المعهود عن خبرتك بهذا المجال. Have you got any experience? Have you got any experience? أو حيسئلك عن مؤهلاتك. Have you got any qualifications? Have you got any qualifications? Have you got any qualifications? خائمني. يعني مهم ما هيقولوها. You already know. نحن 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 ن أو ممكن يقولك يعني بالوقت الحالي هسه السؤال هادا تحسه شوية تركي قلولي لو انتوا انسألتوا هذا السؤال هتكذبون لو هتحسون الحقيقة برمت يعني تصريح أو ترخيص أكو فقرة قبل ما تترك أي عمل لازم تنطيهم خبر قبل فترة حتى يجيبون بديل يلا خلوك تترك العمل فممكن تنسأل هذا السؤال بما يتعلق باللي شرح تقبل شوية إذا كانوا رح يحطوك تحت التجربة قبل ما ينطوك الوظيفة ممكن يقولولك شنو السبب انه يقلوك تحت التجربة ممكن يكون السبب ممكن يقولولك بما يعني انه هاي الفترة التجربية بعدين الحكام أو المسؤولين عن تقييم أدائك بالعمل لازم يعني ينطون رأيهم بيك حتى تقدر تحصل على الوظيفة فهذا السبب وصلنا الفقرات السيرة الذاتية شنو ممكن نشوف بالسيرة الذاتية ممكن نشوف شنو ممكن نشوف date of birth nationality يعني جنسيتك nationality marital status marital status objective من تكون بصيرة ذاتية معناها هدف career objective career objective qualifications qualifications education education employment history employment history employment history leisure interests leisure interests leisure interests والكلمة الأخيرة هي referees referees اللي هم الحكام وصلنا لنهاية هذا الفيديو أتمنى استفاديتوا منه لا تنسوا نكتبوا لي تعليقاتكم الفيديوهات الجاية شنو تحبون يشوفون من مواضيع في هذا الكورس خليكم دائما مواكبين وياهاي السلسلة حتى تستفادوا الاستفادة قصوى اتأكدوا انه اتفعلون جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل جديد من عندنا وبنهاية هذا الفيديو أتمنى لكم يوم سعيد لكم سعيد حسننا على تمامات المعلمات وياكم سبق وبهدا الفيديو رح نتعلم عبارات تخص العمل خليكم ويانا رح نبدد درس اليوم بعبارات عامة متنوعة ممكن إذا ريد نسأل عن المدة اللي قضاها الشخص بالعمل في فدمجة المعين فممكن نسأله ونقول له How long have you worked here? How long have you worked here? I'm going out for lunch I'm going out for lunch I'll be back at 1.30 I'll be back at 1.30 إذا حابين نسأل شخص إشجد يستغرق وقت حتى يوصل للعمل How long how long نستخدمها حتى نتسأل عن المدة How long how long does it take you to get to work? How long does it take you to get to work? How long does it take you to get to work? How long does it take you to get to work? الازدحام traffic الازدحام traffic إذا ريد نقول أنه الازدحام مريع كل شموزين اليوم ممكن نقول The traffic was terrible today The traffic was terrible today The traffic was terrible today إذا ريد نسأل شنو الطريقة اللي بيها الشخص يوصل للعمل شنو يعني وسيلة المواصلات فممكن نقول How do you get to work? 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 طبعا أتمنى ما تسمعون هاي العبارة اللي هي You're fired You're fired You're fired You're fired أنت مطرود You're fired إن شاء الله ما تسمعون هاي ننتقل للجزء الثاني من الفيديو واللي هو الغياب عن العمل إذا كنت أنت غايب عن العمل أو ما أخذ إجازة ممكن تستخدم بعض هاي العبارات بما يناسب حالتك She's on maternity leave Maternity leave يعني إجازة أمومة الحلو بالموضوع أنه مو بس الأم تقدر تأخذ إجازة الأب همينة ويسموها Paternity leave الأم إجازتها Maternity leave الأب إجازة Paternity leave Paternity leave He's on paternity leave He's on paternity leave He's off sick today He's off sick today He's off sick today He's not in today He's not in today He's not in today She's on holiday وذا تنت التمريض وما متأكد إذا تقدر تروح للدوام ممكن تستخدم هذه العبارة وصلنا للجزء الثالث بفيديو اليوم واللي هو التعامل مع الزبائن وذا خليت أحد ينتظرك هوية تقدر تقول له تحس إنه شخص صدق يريد يقدم لك خدمة يعني مو من ورا خشمة ننتقل للجزء الرابع بفيديو اليوم في المكتب ممكن نستخدم هذه العبارات ممكن نستخدم هذه العبارات سألنا شو كنت يبدأ الاجتماع حسنا نسأل إشو كنت ينتهي الاجتماع الاستعلامات معناها الاستعلامات قولوا هويايا إذا تريدت تقول للشخص إنه إنت متوفر أو متاح فالوقت معين ممكن تستخدم يعني سأكون متاحا مثلا عبارة عبارة هي عبارة عامية ومعناها يوم وداع أو حفلة وداع فخلينا نشوفها بجملة وداع أكو خبر مؤسف واللي هو الاستقالة ممكن نقول she resigned she resigned she resigned the invoice is overdue the invoice is overdue overdue يعني متأخر يعني فايت علي الوقت invoice اللي هو الفاتورة أو الوصل the invoice is overdue the invoice is overdue وداع أكو خبر مفرح وتريدون تقولوا الأحد الثاني he's been promoted he's been promoted تمت ترقيته أو ممكن تقول I've been promoted I've been promoted يعني آني تمت ترقيتي promoted هاي الكلمة الأصلية وإحنا ما نحكيها دائما نحكيها مثلهم حتى تصير اللغة سلسلة وما نضوج منعدها وما نحس نفسنا robots فنقول promoted promoted مو promoted promoted here's my business card here's my business card here's my business card تقرير report can I see the report can I see the report can I see the report الاستنساخ photocopy استنساخ photocopy I need to do some photocopying I need to do some photocopying I need to do some photocopying الآلة اللي نستعملها لنسخ الصور أو للاستنساخ photocopier photocopier where's the photocopier where's the photocopier where's the photocopier jammed the photocopiers jammed jammed يعني عالق بيها الورق ومسادها وخربانة يعني عرفتوا ده أقصد شنون يعني أكيد شايفينها الحالة صحة؟ صح؟ أكيد I left the file on your desk I left the file on your desk desk يعني المكتب الخاص بيك your desk your desk desk تيجي معناها رحلة مدرسية وممكن تيجي معناها المكتب so I've left the file on your desk وصلنا للجزء الأخير بفيديو اليوم واللي هو المشاكل التقنية there's a problem in my computer there's a problem in my computer there's a problem in my computer the system's down at the moment the system's down at the moment the system's down at the moment the internet's down at the moment the internet's down at the moment the internet's down at the moment I can't access my emails I can't access my emails I can't access my emails the printer isn't working the printer isn't working the printer isn't working وصلنا النهاية هذا الفيديو I hope that was beneficial for you guys don't forget to hit the like subscribe and comment and I'll see you guys in the next video you you you